السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا ومرحبا بكم في فيديو جديد مع قناة سينس كابتل مع الأستاذ محمد سعيد رحم يلا بينا نبدأ مع بعض بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة ان شاء الله عزيزي الطلاب هنكمل concept 2 energy and motion او الطاقة والحركة واحنا شفنا الاكتيفتز اللي فاتت وكلمنا عن اهم صور الطاقة واهميتها في حياتنا النهاردة هنبدأ نكمل ونشوف اكتيفت نمبر سيكس في لوسين تو اه كايناتك and potential energy وهنبدأ نشوف مع بعض ايه الفرق بين الاتمين واحنا اتكلمنا عن حاجة مشابهة لكده قبل كده في لعبة القطر الحديدي اللي احنا خدناها اه اللي موجودة في الملاهي وازاي ان هي اه بتبدأ انها تغير الكايناتك energy والpotential energy بالتبادل كلما تطلع لفوق او تتجه الاعلى ارتفاعها بيزيد والpotential energy او طاقة وضعها بتزيد وكلما تيجي نزلها لتحت سرعتها تبدأ تزيد فالكايناتك energy هتزيد واخدناها قبل كده وعايزك ترجع تشوف وقولنا انها وهي طلع الفوق الحاجة اللي بتطلعها الفوق وبتدلها القوة بتاعتها دي وهي طلع المحركات زي ما انت شايف كده الكابلات الحديدية دي بترفعها الفوق وبالتالي بتدلها ارتفاع معين عن سطح الارض وهي طلع سرعتها بتبدأ تقل الامة في صعوبة وانت طالع عشان تتغلب على الجاذبية فالكايناتك energy بتقل وانت طالع لحد ما توصى اقصى ارتفاعها وفي نفس الوقت وانت طالع بتنشى الانيرجي بتاعتك بتزيد واول ما الجسم بقى يوصل لاقصى ارتفاع كده بتنشى الانيرجي بتاعته اعلى حاجة لكن الكايناتك انيرجي بتاعته zero لما يبدأ بقى يقع هيبدأ يفقد البيتنشل ويحاولها الكايناتك او سرعة زي الحجرة اللي وقع قدامنا دي فبيقولك لو انت عندك حجرة كده موجودة فوق الجبل او حاجة بتنشى الانيرجي بتاعتها كبيرة جدا ماكسمون ليل انها مرتفع جدا عن سطح الارض ولو وقت في اي لحظة هتحولها السرعة وبرضو لعبة القطار الحديدي برضو اي لعبة ملاهي تانية اللي هي بتاخد ارتفاع عالي اول بقى ما تبدأ تنزل البيتنشل الانيرجي دي واللي ارتفاع بتتحول لكايناتك او سرعة او حركة سريعة وتبدأ انها تمشي مسافة كبيرة جدا يبقى تحولت البتنشل الانيرجي الى كايناتك او بيقولك هو الحجر وهو واقع ويبدأ يتحول الى كايناتك او طاقة ايه طاقة حركة بعد كده يا شباب هنبدأ نتعرف على كل نوع من انواع الطاقة دي على حدة اللي هي البتنشل الانيرجي والكايناتك انيرجي لانهم يعتبروا اهم صورتين من صور الطاقة دلوقتي وبيقولك اول نوع البتنشل الانيرجي زي ما احنا شايفين كده لو انت رفع الكرة بعيدة عن سطح الارض في ارتفاع معين الكرة دي دلوقتي مش بتتحرك لكن لما تبدأ تسابها هتلاقي سرعتها بدأت تزيد وتاخد سرعة يبقى ده معنى منها كانت مخزمة طاقة والدليل انها تحولت دلوقتي الحركة طب الطاقة دي يبقى اسمها ايه؟ انا كنت مسكها في ايدي مش بتتحرك فاخترعهم اسم البتنشل الانيرجي او طاقة الوضع اللي هي الطاقة اللي الجسم بيكتسبها نتيجة وضعه او بوعده عن سطح الارض وكلما ارتفاعه ده يزيد او الهيط بتاعه يزيد كلما اتقى دي تزيد وسرعته هو نازل تزيد فبدأهم يقولهم بقى ان في حاجة اسمها البتنشل ايه؟ انيرجي او طاقة الوضع التعريب بتاعها ايه؟ قالك حسب موضوعه او اه ارتفاعه عن سطح الارض الاجزامبل بتاعه قالك زابول هايز بوتنشل انيرجي ستورد ان ات لما ترفحها بيت عن سطح الارض وفيه العاب كتير جدا مثلا زي اللعبة اللي قدامنا دي كده بتتخيل حاجة زي كده لو انت رميت جسم مثلا وخدرت فاع معانا عن سطح الارض فبقى عنده بوتنشل انيرجي ما يجي يقع كده هيبقى واخد سرعة كبيرة فيخبط فايه حاجة يوقعها يبقى ده معانا ان فعلا الطاقة دي تحولت الى كاينتيك او حركة ومع الثاني الى كاينتيك انيرجي او طاقة الحركة واي جسم هواخد سرعة او حركة يبقى عنده الطاقة دي اسمع كاينتيك انيرجي وكلما سرعته تزيد يبقى الطاقة دي بتزيد فبيقولك الكاينتيك انيرجي سبب حركته تمام الاكزامبلز بتاعته كاينتيك انيرجي لما تسيبها وترميها تقع من ايدك على سطح الارض او مثلا لو عربية ماشية العربية الماشية او الطيارة او اي وسيلة من سواء المواصلات او واحد حتى بيجري كلهم عندهم بتلشل انيرجي بدليل نوع لو خبط فحد بيوقعه يعني كان عنده طاقة بس طاقة نتجي عن الحركة فكلما سرعتك تزيد كلما الطاقة دي تزيد يبقى لو واحد بيجري يبقى الكاينتيك انيرجي بتاعته اعلى لو واحد بيمشي يبقى الكاينتيك بتاعته اقل لو واحد واقف خالص يبقى ما عندهش كاينتيك انيرجي خالص ما بيتحركش يبقى الكاينتيك انيرجي هي طاقة الحركة مرتبطة بسرعة الجسم او حركته كلما سرعتك تزيد هي بتزيد والاتنين بقى مرتبطين ببعض بحيث ان الكورة لو انت مسكها ورفعها الفوق اللي عندها بتنشا الانرجي سبتها تمام هتبدأ ان او هي بتقع سرعتها تزيد فتحول البيتنشا الانرجي دي الكينيتيك انرجي او سرعة يبقى الاتنين مرتبطين ببعض وبيتغيرهم من واحدة للتانية عادي جدا في حياتنا يعني او في الامثلة اللي بنشوفها طيب لاحظ ان الكوكب اللي احنا عايشين عليه سبب انه بيشد الحاجات له الجاذبية بتاعته فزي ما انت شايف كده ايا كان موقعك على سطح الكوكب هو بيشدك له او في قوة جاذبية بتشدك لمركز الكوكب خلاص كده وبالتالي لو احنا عايزين ناخد امثلة على البتنشا الانرجي قبل ما ناخدها لازم تعرف ان السبب الاساسي فيها هي كلمة فانت كلما ارتفعك يغيد اكتر يبقى الجرافتي ويتشدك اكتر وانت بتقع فتزود سرعتك وهي بتشدك يبقى السبب الاساسي في البتنشا الانرجي هي فبقولك اه لتسا سي ان اجزامبل اه او توفيند اوت اه كان بيتشينجت انتو كينيتك انرجي عشان نعرف ازاي البتنشا الانرجي تتحول لكينيتك ايه لكينيتك انرجي هنبدأ نشوف بقى المثال ده مع بعض وهناخد لعبة من العاب السيرك مهمة جدا اللي هي لعبة الايه الاكروبات او الناس المهرجين بتاع السيرك اللي بيعود يعملهم اه حركات وشاء اللهوزات وكده عشان نسهم كويس قوي معنى البتنشا والكينيتك وفي امثلة تانية كتيرة طبعا بس احنا هو في الكتاب هيبدأ بالمثال ده فمثال تاني مثلا من ضمن الامثلة لو انت عندك عربيات كده بتاع تلعب بيها وبتجري قدامك هتبصت لو لو هي فوق المنحضر اللي انت عامل ده او الخشبة اللي انت حاطتها عندها بتنشا الانرجي وانت مسكها فها لسه متحركتش اول ما تبدأ تنشي زي ما انت شايف كده يبقى بدأ التحول البوتنشال انرجي دي لكينيتك او حركة يبقى وهي واقفة فوق عندها بوتنشال اما بدأت تنزل بقى عندها كينيتك وهكذا وبعد شوية لقوم الاتنين خلصوا لان هي عملة تحتك مع سطح الارض وبالتالي تقف وتلاحز بقى ان كل واحدة فيهم تاخد سرعة مختلفة عن التانية بسبب اوزنها فواحدة توصل مسافة كبيرة واحدة توصل مسافة صغيرة في واحدة ممكن تقع خالص زي ما انت شايف كده وتضيع الايه الطاقة بتاعتها في صورة صوت او تلاقيها صوت حبدي كده عالارض ده معنى ان شوية الطاقة اللي كانت عندها راحت في صورة ايه صوت او ساوند انرجي مش عليك الساوند انرجي دولتي هو اهم حاجة ما تتعرف ان فعلا البوتنشال والكينيتك بيتغيروا ما بينهم وما بين بعض باستمرار وبيتحولوا من صورة للتانية او من من واحدة للتانية حسب بقى الجسم متجه الاعلى ولا متجه الاسفل لو متجه الاسفل يبقى البوتنشال بتتحول كانتك والدليل من سرعة الجسم بتزيد باختصار يعني هنا بقى هنشوف اللعبة بتاعت الاكروبات اللي بنقول عليها دي وهي دي اللي هاجيب عليك في الكتاب بقول لك ازا افترضنا من فيه اتنين بيلعبوا اللعبة دي زي لعبة السي سو او اللي هي الارجوحة دي بس هم بيلعبها في السرك بقى بخطورة وبتدريبات معينة وبيحطوا لهم حاجات كده عشان ما يقعوش عليها او او عشان يقعوا عليها يعني ما يقعوش على الارض هتبص تلاقي فعلا اللعبة دي غريبة شوي اللعبة اللي بيقع من فوق ده عنده كان عنده بتنشل هو فوق لما بدأ ينزل حولها لسرعة يخبط في ينقل الطاقة لزميله يوم زميله وياخد بتنشل ويتجه لا اعلى ارتفاعه يزيد لحد ما وسرعته تقل لحد ما يقف فوق ويبدأ ينزل تاني فيحولها لسرعة ويخبط يدي الطاقة لزميله التاني وهكذا فتحس ان الطاقة عملا تتغير وتتبدل ما بينه ده يحول الطاقة من من كاينتك اللي بتنشل بعدين من بتنشل لكاينتك وينزل يدي الطاقة لزميله يوم زميله ياخدها كاينتك يطلع يحولها لبتنشل يوصل اعلى ارتفاع بعدين يحولها من بتنشل لكاينتك وينزل يدي للطاقة لزميله التاني وهكذا فكل واحد فيهم وهو طالع وهو نازل بيعمل تغير للطاقة من بتنشل لكاينتك وبعدين من كاينتك لبتنشل وهكذا ويدي الطاقة السيسو هنا مجرد وصيلة لنقل الطاقة لزميل التاني فتحس ان فعلا الموضوع مش هيخلص او مش بينتهي لان الطاقة هنا عمالة تنتقل من واحد فيهم للتاني فهي دي اللي ايه اللعبة الاكروبات او العاب البيحلونات اللي بيعملها في السيرك ومش اي حد طبعا يقدر يعمل الحركة دي لان هي تبقى خطيرة شوية وممكن يتعور او حاجة فلازم يعرف كويس اوي هو بيعمل ايه وصورها بقى واشكالها كتيرة وانواعها كتيرة لكن في النهاية لازم تعرف ان كل واحد فيهم بياخد الطاقة من السيسو اول ما يسيبها ويتحول لكيانتك ويتاني طلع لفوق الكيانتك تعتقل والبتنشل تزيد لان ارتفاع بيزيد وبعدين يرجع يقف ويرجع ينزل تاني فحاول البتنشل لكيانتك وصوراته تزيد مرة تانية واحد كزا وممكن بقى يحطوا اتنين سيسو كده جنب بعض بحس يبدأوا ينوعوا في الالعاب بتاعتهم والجمهور يدفع فلوس ويجي يتفرج على ايه الالعاب الخطرة ديت ويغيروا اتجاههم وهم طلعين وهم نزلين فهي لعبة جميلة جدا وهنبدأ بقى ناخدها بالتفصيل دلوقتي ونشوف كل واحد فيهم او لو واحد فيهم وقف على منحضر مثلا ونسميه الاكروبات رقم واحد او اللعب رقم واحد واللعب التاني رقم اتنين كل واحد فيهم بقى عين اللي اتقل التاني ازاي هنبدأ نشوفها بقى بالتفصيل بس باكد تاني ان محدش يحاول يعمل في اللعبة دي لوحده الا لو كان فيه واحد مدرب او فيه مسلا وسائل امان كافية حواليه بحيث ان الموضوع ده تم تهيقلك انها سهلة لكن لما بتلاقي نفسك ارتفعت الفوق كده بس كاين ارتفعك على الارض خمسة ستة متر هتحس فعلا بمضى الخطورة بتاعتها هنبدأ نشوف بقى مثال وقاع برضو تاني ده في السرك فعلا هوت وجايبين لك سلم كبير او مرتفع وفيه اتنين بيطلع المرتفع ده دلوقتي يعني ده معنا انهم بيخدم بوتنشا الانرجي بقى دي اول خطوة لو عندنا لاعب اكروبات واقف فوق السلم والتاني برضو راح يقف معاها نفترض انهم لعب واحد كده ده رقم واحد اللي هو ايه ان في واحد عنده بوتنشا الانرجي في واحد تاني وقف تحتهو على الارض لسه هيروح يقف على المرجحة او السيسو ده اللاعب الاكروبات اتنين ما عندوش اي طاقة دلوقتي هيبدأهم اللي اتنين دول بقى عندهم بتنشا لنتجة ارتفاعهم عن سطح الارض لكن الكايناتك بتاعتهم زيرو هما مش بيتحركوا اللاعب طبعا راح يقف عند الايه الطرف التاني من السيسو بيستعد لان هما هينطوا دلوقتي اول ما يبدأهم ينطوا ما شباب هتلاقي ان طاقة الوضع اللي عندهم دي هتقل لان ارتفاعهم هيقعد يقل وبالتالي هتتحول لسرعة بسبب جاذبية كوكب الارض وهتتحول لكايناتك انرجي لحد ما يقوموا خطين في السيسو جامد فينقلهم الكايناتك انرجي دي بسرعة كايناتك انرجي برضو ويغيروا اتجاهها لرجلين الشخص التاني فيبدأ يتجه الاعلى بالكايناتك انرجي اللي هو اخدها منه وهتنينها معا كايناتك وهو طلع لفوق تبدأ تتحول بالراحة البوتنشا اهو شايف طلع لفوق ازاي خدم منهم كايناتك انرجي وغيرت اتجاهها وطلع لفوق وتحولت دلوقتي البوتنشا البوتنشا الاعلى ارتفاع دلوقتي اكتر طاقة بتنشا رجعت البوتنشا لتتحول لكايناتك وهو بيقع مرة تانية وحطوه على مخدة كده او حاجة وسادة انها تمتصص فضمة دي ويلا كاترجلها توجعه لو خبط في الارض ويبقى ده باختصال شديد اللي حصل ولو هو كان وقع على السيسو مرة تانية كان هيرجع ينقلهم الطاقة دي تاني وهكذا يبقى خلي بالك ان الموضوع مش بيخلص مش بيخلص لان اللي بياخد طاقة بيرجع لديها لزميله والسيسو هنا نقدر نقول ان وظيفتها بتغير اتجاه لايه الطاقة بدل ما الكنياتك انرجيك هتنزل لتحت السيسو خلتها تتجه لأعلى وترفع الشخص التاني لفوق ادي وظيفتها بس مش اكتر مثال تاني برضو واحد تاني برضو جيبع دي وهم التانين رجعهم طلعهم فوق السلم مرة تانية هتبص تلاقي برضو دلوقتي بقى عندهم بتنشا الانيرجي وهيبدأهم برضو ينطهم تاني وهو هيقف مكانه وهينطهم تاني بحيث انهم ينقلوا له لقائناتك انرجي دي بس المرة دي ما هزبصص لهم المرة دي بصص للجمهور عشان تبقى اصعب يعني خلاص وهيعمل حركة مختلفة وهو في الهواء هيبدأهم دلوقتي كان عندهم بتنشا ال والاتنين حطهم شخصين عشان يبقى عندهم طاقة بتنشا الكبيرة ويرفعهم الشخص الارتفاع اعلى دبل المسافة خلاص فالبتنشا الانيرجي دلوقتي كبيرة جدا لان في شخصين هيبدأهم ينطهم بيستعدوا معهم اول ما يبدأوا ينطر دلوقتي البتنشا الهتقعد تقل وتتحول لايه لقائناتك الكائناتك بقى عملت زيد تزيد 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 سرعتهم تزيد لحد ما فجأة يخبطهم في السيسو نقلوله لقائناتك وغيرت تجاهها الاعلى فهو اخذ الكائناتك وقعد ينطلق لأعلى لحد ما قلت خالص وسرعته وقفت وصل لأقصر كفاعة الكائناتك بدأت تتحول تاني لبتنشا عفوا انه وصل لبتنشا يعني وهو فوق البتنشا كانت أعلى حاجة بعد كده الكائناتك بقى بدأت تزيد تاني لما البتنشا القعد تقل ورتفعه بدأ ايه يقل لتاجي خلاص دي واحدة تانية برضو بس دولت ايه هنوقفها بقى هنوقف الفيديو عشان نفهم اللي حصل انا عايزك تعيد الكلام مرة واتنين وثلاتة لحد ما تفهمه دول برضو شخصين هن بيلعبهم السيسو او اللاعبة ديت وواحد فيهم ينط وينزل على نفس مكانه فيبدأ ينقل الطاقة لزميله وزميله ويبدأ يطلع لفوق وينقلها لزميله وهاكذا هنبدأ نشوف خطوة خطوة كده بالراحة وهنوقف الفيديو عند لحظات معينة فمثلا نبدأ نشوف الشخص الاول ده لو احنا وقفنا الفيديو في اللحظة دي هو دلوقتي عنده نوع من الطاقة الليها البتنشا وصل لاخصى ارتفاع مرتفع لصفح الارض البتنشا اللي دلوقتي عالية جدا وهو ما بيتحرقش تقريبا هيددأ يحاولها دلوقتي لكاينتك وهو نازل دلوقتي بيحاول البتنشا لكاينتك لسرعة لحركة اول ما يخبط فيه السيسو هينقل الحركة لزميله الكاينتك انرجي هتتنقل لزميله او سيسو نقلتها لزميله وغيرت اتجاهها الاعلى بدل ما يتجاهها الاسفل بقى اتجاهها الاعلى زميله هياخد الكاينتك انرجي ويتجه الاعلى بسرعة وتدأ تقل 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 حد ما يوصل لاخصى ارتفاع كده كلها بقت بيتنشا لتاني كده رجع تاني بقت تقط بيتنشا الانرجي او تقط وضع وهيبدأ زميله دلوقتي يرجع يقع بسبب الجاذبية ويحاول البتنشا لكاينتك ويبدأ يديها لزميله وهكذا وهكذا موضوع بسيط وسهل مفوش اي حاجة يبقى هو بيقع تاني هو هيبدأ تاني يحاول البتنشا لكاينتك او تقط الوضع لتقط حركة ويخبط في السيسو ويبدأ زميله ياخد الطاقة دي وبرده السيسو هتغير اتجاهها وتديله الطاقة فيتجه الاعلى ويبدأ ان هو يقع على ايه الوسائل الامانة اللي هم محطنها دي ويبقى كده عمل الحركة بتاعته وجمهور يسقف واحد كده خلاص يبقى هي خلي بالك بعيد لك تاني وعا تفتكر انها سهلة وعا تحاول تقلدها الناس دي متدربة بتوعب تتدرب سنين لحد ما يوصلوا الاتقان اللي انت شايفه ده شب يلف في الهوى ازاي في نفس مكانه لا راح يمين ولا راح شمال ممكن يجي نازل ينزل غلط يتخبط في راسه ولا في عناه ولا يعني لازم تكون متدرب علشان تعمل الحركة دي ما انتش متدرب ما تعملهاش خلاص يا شباب يبقى انا عايزك تذاكر كويس قوي وتحفظ الصور اللي الكتاب جايبها هنشوفها دلوقتي بتبين المراحل دي بالتفصيل وازاي البوتنشال انرجي والكانيتك انرجي ايه بيتبادلوا مع بعض خلي بالك برضو في حاجة يعني بس مش عليك ان هم وهم طلعين وهم نازلين احتكاكهم مع الهوى او الهوى عمال يخبط فيهم وبناء عليه نقدر نقول ان في جزء من البوتنشال انرجي والكانيتك انرجي بيضيع يعني بس مش عليك بالاضافة كمان لان كل واحد عنده مرونة ومفاصله تقدر تمتص جزء من الصدمات ففيه جزء من البوتنشال والكانيتك بيروح برضو مع الاستضام بتاع المفاصل والرجلين والمفاصل للركبة كل ده بيقدي الى ايه الى ان في النهاية جزء كبير من الطاقة بيضيع واول ما يقعوا مع المخدة او وسيلة الامان اللي هم حطينها دي او الوسادة دي بتمتص الطاقة كلها من جسمهم وما يبقاش عندهم ولا بتنشال ولا كانيتك لانه هو واقف على سطح الارض ولا عاد عنده بتنشال ولا كانيتك بعد كده الصورة اللي قدامنا هي بقى هي دي بقى اللي انا عايزك تمسكها انت كده في حمد الدرسة هو احفظ لي كل حلم الحالات دي انا ممكن اجيب لك كل الصورة من دون وخليك انت تكتب الكلام اللي قدامها يعني لو شفت الصورة الاولى هتقول لي ان اللاعب الاول اكروبيت ممبر وان انزة طاور هز بتنشال انيرجي لو طاقت وضع لو شفت الصورة التانية انه بدأ ينطته هتقول لي وين هي جامس داون هز بتنشال انيرجي هما تشوف الصورة التالتة انها نقل كانيتك لزميله رقم اثنين هتقول واخر صورة طبعا هيوصل لاقصر تفاع ويوصل اقصر تفاع ويرجع يعيدي الكلام كله مرة ايه مرة تاني يبقى انت كده فلتها بالتفصيل اه فعايزك تذكرها كويس جدا وبكده خلصنا الاكتيفت دا تعال بقى نشوف شوية اسئلة بسيطة جدا اول سؤال بيقول لك كل انواع الطاقات اللي في الدنيا دي ممكن نقول عليها نوعين ايه هما يبقى البيتنشال انرجي عند كيونيتيك انرجي احسنت رقم اثنين the object has a energy stored in it when you lift it up away from the earth's surface يبقى بيخزن طاقة ايه طاقة وضع بوتنشال انرجي او جرافوتشنال بوتنشال انرجي يبقى طاقة وضع للجاذبية خلي بالك لان في انواع تاني من طاقة وضع ناخدها الدرس اللي جاء ان شاء الله بعد كده رقم تلاتة البوتنشال انرجي ايه by increasing the height ايه اللي بيحصل لبوتنشال انرجي لما ارتفاعك بيزيد بيزيد لاعلى يبقى هنقول increases وبرضو لو كان ايه ال kinetic energy ايه اللي بيحصل لها by increasing the speed يبقى هتقول برضو increases يبقى خلي بالك height اللي ارتفاع هو العامل اللي بيأثر او من العوامل اللي بتأثر في البوتنشال انرجي والspeed من العوامل المهمة اللي بتأثر في ال kinetic energy في عوامل تانية بس مش عليك دلوقتي انت بس ازا كدل العاملين دول هناخد دلوقتي يا شباب اهم الاسئلة والexercises على listen to وعايزك تجاوبها لوحدك الاول وتسمع الايجابة بعد كده وتدي لنفسك درجة اول سؤال بيقولك choose the correct answer او اختر الايجابة الصحيحة human need a to work from one place to another هيمشي من مكان لاخر هل انت محتاج light energy احنا مش نباتة عشان نعمل بناء ضوئي ولا هل انت محتاج energy obtained from food الطاقة اللي ممكن ناخدها من الغذاء ودي احد المال كبيرة تكون الايجابة الصح ولا محتاج طاقة صوتية sound energy طبعا لا برضو ولا energy obtained from batteries احنا مش بنشتغل بالبطاريات يبقى الايجابة هتكون بي السؤال التاني قولك when you throw a stone ان اليك لما ترمي حجر في بحيرة the transfer from the stone to the water surface ايه اللي هينتقل من ال stone للوتر surface طالما انت رميت حجرها اديتو طاقة حركة او kinetic energy خلاص وكمان ممكن تكون رميتها الفوق شوية وهي نزلة سرعتها زادت بسبب الجاذبية فبرضو هيبقى لها kinetic energy يبقى لازم نختار الاختيار دي ال kinetic energy هي اللي هتتتقل من الحجر للمية والتالي سطح المية كمان هيبدأ يتحرك هوا كمان طيب السؤال التالت بيقول لك stop the object places at ten meters high from the earth surface ركز بقى has a than that the same object when placed five meters high يعني هو الجسم كده كده قالك stop يعني مستحيل تختار حاجة اسمها كيناتك energy يبقى الاختيار c و d اكيد غلط خلاص يبقى اكيد طالما الجسم في عشرة متر والجسم التاني ارتفعه خمسة متر بس يبقى مرتفع عن سطح الارض يبقى عنده potential energy يبقى هنختار هنا الاختيار يا ايا بي لكن طالما عشرة متر اكتر من خمسة خلاص يبقى نختار الاختيار ب larger potential energy than a the same object on the height of five meter الشريحة التانية جايب لك برضو تكميلة السؤال السؤال واقع مربعه بيقول لك when a ball on a certain height is lifted to fall down يعني انت سبت كرة تقع ايه الاختيار اللي هيحصل هنا ركز بقى طبعا هنبدأ ناخده موحد واحد it's kinetic energy changes into potential يعني kinetic energy هالي تحاول potential طبعا هتلاقيها غلط لان العكس المفروض المفروض انه هي نزلة سرعتها هيا اللي هتزيد خلاص هي بقى potential energy changes into kinetic هي اللي اختار الانسب اللي هي بي خلاص لكن التقطين هيفضله زي ما هم اللي هم سي و دي هتكون غلط رقم خمسة او يعني يمكن تكون غلط دلوقتي لكن في اسألة تانية هتبقى صح لو قال لك مثلا الجسم بيتحرك لأفقيا ساعتها هتقول السرعة سابتة برضو هتقول دي السرعة مش هتزغيرة او طاقة الحركة لكن مش موضوعا دلوقتي سؤال خمس بيقول لك اللي انت ممكن تشوفه يبقى ما فيش غلط لان الباقي كله عينينا مش بتقدر تشوفه ولا الالكترق ولا السيرمل ولا الساوند يبقى انت بتشوف الاضواق بس عشان عينيك بتقدر فيها مستقبلات حسية انها تشوفها السؤال السادس بيقول لك زنون از ايه يبقى دي بتنشا الانرجي او بتنشا الانرجي لان انت لسه ما خدش الايه او الانواع بتاعة بتنشا الانرجي هم تلت انواع ماشي هناخدهم الدرس اللي جاي او اللي بعض ان شاء الله يبقى هنختار بيتنشا الانرجي تعال نشوف بعد كده الشريحة اللي بعدها جيب لك سؤال تاني خالص بيقول لك اه احمد او اي من او اي اسم تاني في مواقف مختلفة يعني اختار نوع الطاقة ما شيء اللي مناسب المواقف من المواقف المختلف. اول حاجة بقولك احمد ستوبس اتوينتي ميترز هاي. يعني هو متوقف طالما ستوبسي ما عندوش خانتك. عند توينتي ميترز هاي. يبقى عندو طاقة ايه? ركز كده. طالما بيقولك في السؤال ان هو على ارتفاع عشرين متر. وبعدها النقطة اللي ساحتها بيقولك على ارتفاع خمسة متر يبقى نختار للنقطة الاولى. اللي اختيار اف. لان هو عندو كده لكن النقطة اللي تحتها احمد ستوبس اتفايف مترز بس. يبقى خمسة متر بس. ربع اللي ارتفاع الاولاني. يبقى هاز از ام ام اونت او ايه. اه. اللي هي الاختيار اه دي. خلاص. يبقى رقم واحد هنختار لها اف. ورقم اتنين هنختار لها دي. رقم تلاتة بيقولك احمد ستوبس. يعني ولا عندو كينتك. يبقى هنختار لها بي. اللي هي اه هي دازونت هاف كينتك ايه? انيرجي. خلاص? بعد كده بيقولك احمد يعني ماشي ببطءة على سفح الارض. تمام? يبقى طالما ماشي ببطءة على سفح الارض يبقى نختار له ايه? هزا سمول امونت اوف كينتك انيرجي عندو طاقة حركة بس سؤال هي لا. واخر واحدة احمد يبقى نختار لها في رقم خمسة ايه هي هزا السؤال ده لازم تقبل الاختيارات كلها الاول وبعد كده تبدأ تشوف المناسب ايه? يبقى لازم نقرام كلهم بالعامود الف او العامود ايه? ونبدأ نشوف المناسب لها في العامود دي. تعالي نشوف بعد كده السؤال اللي بعده اا او الشريحة اللي بعدها. بيقول لك. بناكل الاكل عشان ناخد منه او طاقة طبعا ضفح. السؤال التاني بيقول لك او نظر طبعا غلط لان الطاقة تنتقل من جسم الاخر بكل بساطة. السؤال التالت بيقول لك هز افورم اف انيرجي يبقى صح لانه قال لك موفينج اوبجيكت. سؤال الرابع بيقول لك وين ان اوبجيكت هز ليفت تو فول داون تو زا اف سير فاس اتس بتانشي الانيرجي از اتشانجت انتو كانتك يبقى برضو صح اللي اقدر تفعه بيقل لكن سرعته هي اللي بتزيد. خمسة بيقول لك وي كان مجر زا ديستانس زات ان اوبجيكت موز. اد رزلت اوف بوشنج فورس يبقى ممكن بسبب قوت الدفعة نقدر نقيس المسافة للجسم ايه? اتحركها نتيجة قوت دفع او نتيجة ان في حد دفعه او حركه يعني. يبقى برضو هتبقى اجابة صحيحة فعلا انت ممكن تقيس المسافة دي. السؤال السادس بيقول لك to do work you must push or pull an object for a certain distance برضو صحيح لان لازم الجسم يتحرك مسافة معينة لكن لو انت بتدفع جدار او بتحرك حاجة ما بتتحركش اصلا مفيش مسافة بقى مفيش work. السؤال السابع بيقول لك as high of an object from the surface increase. يبقى غلط لانها المفروض هي كمان increase. الاتنين بيزيدوا مع بعض. السؤال الثامن بيقول لك when an object moves faster الجسم بحرك اسرع. صحيح لانه بياخد كمية كبيرة من طاقة الوضع نتيجة انه طاقة الحركة عفوا لانه سرعته بتزيد. يبقى السرعة مرتبطة بالحركة لكن الاتفاع مرتبط بالوضع او طاقة الوضع. السؤال اللي بعد كده بيقول لك. اول نقطة بيقول لك the energy that is stored in the object due to its position. هتأثرت نهاية form the surface. يبقى دي. السؤال التاني. السؤال التاني بيقول لك the ability to do work or cause a change. يبقى دي. التعريف الانرجي نفسها. او الطاقة اللي متخزينة جوه جسمنا او اللي بناخدها من الاكل او كده. اه بعد كده رقم اربعة. بيقول لك the force that make an object to move over a distance. اه القوة اللي هتخلي الجسم يتحرك مسافة معينة. يبقى دي الورك. لانه قال لك في مسافة معينة الجسم يتحركها طالما في distance هنا يبقى دا الورك. تمام? خمسة بيقول لك زي energy. زات از اتشينجد انتو كاينتيك energy. هون ان اوبجيك فولس داوني. بقى دي البوتنشال هي اللي تتحرك لكاينتيك لما الجسم ايه? يسقط لاسفل. بعد كده جايب لك اه سؤال رقم خمسة بيقول لك correct. زي انضر لايمورد او صحح الكلمات اللي تحتاخد. بيقول لك اول واحدة your potential energy is transferred from your food to the bowl. ونيو كيك اتي بقى نشيل potential ونخليها كاينتيك energy. رقم اتنين بيقول لك the ability to do نقط or cause او force يعني or cause a change is known as energy. يبقى ability to do work مش force. لان الفرس هي سعلا صحيحة بس اح مش مناح نقسها. يبقى ability to do work. لان احنا انت بتقسم مسافة تعرف في work ولا لأ. فهنخليها work better force. سؤال التالي بقول لك we can't see all forms of energy except thermal انت مش بتشوف الثيرمل برضو. ساعدت بانت عندك معلقة كده محطوطة في كوباية الشائقة او حاجة. وسوخ النتيجة انت تمسكها تتلاسعة. وانت اصلا لو بتشوفها ما كنتش هتلاسعت. يبقى مش هنختار thermal هنختار light energy هي الطاقة اللي انت بتقدر تشوفها. او ممكن نشوق نقولها مثلا كاينتيك. انا ممكن اشوف الكاينتيك energy ايه المشكلة? الجسم بيتحرك يبقى عنده كاينتيك. ما بيتحركش بيقى ما معندوهش. وهكزا. رقم اربعة. ازا اوبجيك موش فاستر. لا الكاينتيك energy هاي. وبعد كده السؤال بعده خمسة ازا energy اه فورم زات استورد انزا استوبد اه وودن بوكس بلايسز اون زا طوب اه از كاينتيك energy لا يبقى ايه او انزا تابل يبقى از ايه كالما الجسم ده متوقف قالك استوبد. ومحطوطة على تربيزة او دولايب او اي حاجة. مقوم من دهو مرتفع عن صفح الارض يبقى على طول عنده مش كاينتيك. وهنا بقول لك كاينتيك انت هتشلها وتحط كلمة ايه? potential energy برضو اسئلة سهلة وجميلة. بعد كده سؤال اكمل اه برضو عايزك تجابه لواحدك الاول. شريحة واحدة. بيقول لك complete the following sentences. اول نقطة بيقول لك if you have the ability to push at share. so you have ايه? انت عندك المقدرة انك تدفع كرسي المقدرة الابلتي بقى انا عندي energy طاقة. تمام? بس انالسة ما دفعتوش. طيب سؤال اللي بعده بقول لك when a force moves upon move over a distance. we can say that a is done work is done. يبقى فيه work حصل هنا. سؤال التالت. بقول لك when you kick a ball the energy of your food transfers to it. يبقى الكرينتيك انيرجي. so it moves او بتنتقل في الهواء او تمشي في الهواء. سؤال الرابع بقول لك when an apple falls down a tree it's ايه? energy will decrease. يبقى potential لان الهواء بتاعها هيقل. طالما قال energy بقى هنقول ايه? potential energy decrease. لكن لو كانش هالكلمة energy كنا هنقول the height will decrease. لكن هو حطت energy بقى نقول potential energy. سؤال خامس. بقول لك some types of energy can be seen such as light energy. while some other types of energy can not be seen such as مثلا thermal potential اي حاجة. ماشي. سؤال اللي بعده رقم ستة. بقول لك. if an object is placed at the height above the earth surface it stores ايه? يبقى potential energy. سؤال السابع بقول لك if a bird flies from the ground up to a higher tree. it's potential energy. وقال ايه? will increase علشان ارتفاعه هيزيد. هو دلوقتي يوقفه الشجرة. يبقى ارتفاعه هيزيد. سؤال التامن بقول لك if you move a bag. placed on a table. to the floor. نزلتها على الارض. ركز بقى. it's potential energy. حصلها. will decrease. هتقل ان هي دلوقتي ارتفاعها على سطح الارض قل. وبالتالي ما عادش عندها طاقة ايه? طاقة وضع. الشريحة اللي بعد كده السؤال السابع بقول لك give reason. the goal net شبكة المرمى vibrates تحتاز. when a ball hits it? لما الكرة تخبط فيها هتقول لي because. زى? kyanetic energy from the ball? transfer to the net and causes it to move. يعني طاقة الحركة اللي عند الكرة. هتنتقل للشبكة. وتخليها تتحرك. تمام? and a is a bull or stop مش مهم. اه مهم ان انت تقول كده ان kyanetic energy هتنتقل اول transfer. طايم رقم اتنين. قول لك a bird. stops on a tree has energy. هتقول لي اه because he has height from the surface of the earth. so he has a potential energy. طاقة وضع. due to its position. خلاص? السؤال اللي بعده. اه ممكن توضح في السؤال اللي فات ان هو ما عندهوش كاينتك لانه هو وقف يعني هو عنده بس يعني عايز تقولها اقولها مش مهمة لكن اهم حاجة ان انت تقول انه عنده potential energy. طاقة وضع هو واقف على الشجرة. تمام? سؤال التالت. بل لكم. when a stone اترون? upward لاعلى. potential energy increase? هنقول because the height from the surface increases and its kinetic decreases. او kinetic energy decreases and changed into potential energy. عايز تقولها اقولها كده برضو? سهلة مفاش اي حاجة. يبقى اللي هو سألك عن عن اي سؤال عن البيتنشال اتكلم عن الارتفاع سألك عن الكانيتك اتكلم عن السبيد تمام هم ده اللي بيخلي التقطين دو ايض غيره السؤال التام يجبون لك واتها بنز اف او ما زيحدث له سؤال التاني يبقى اهم حاجة تقول له تغيره التقى اللي حصل هنا هو ايه سؤال التالت بيقول لك يبقى انت برضو خلصت السؤال ده والسؤال برضو سهل جدا مفوش اي حاجة تعالوا ده اخد السؤال اللي بعده اه جايب لك في السؤال اللي بعده السؤال التاسع look at the full and pictures below then choose the correct answer وبعد كده اختب الاجابة الصحيحة جايب لك صورتين اه طربستين كده او طاولتين واحدة ايه قصيرة شوية وعليها كتاب تلونه اخضر والتانية الطاولة بيه رجلها اطوال منها وعليها كتاب المؤذر وبيقول لك بقى اشوية اسئلة عليهم برضو حاول تجلبها الواحدك الاول اول سؤال بيقول لك according to the potential energy حسب طاقة الوضع يعني which of the following statements is correct مين الجملة الصحة هنا هل هي the two books have the same potential energy طبعا غلط لان واحدة مرتفعة اعلى من التانية واشنى قلنا الهيط بيأثر في البطنشل طبعا دي اكيد غلط طب هل هي بي the book on table A لها الطاولة القصيرة هز مور بتنشل انرجي برضو اكيد غلط لان الزي الطاولة اقصر وعنده بتنشل انرجي اعلى برضو اكيد غلط طب هل هي the book on table B هز مور بتنشل انرجي اعتقد دي الاجابة الصح لكن نتأكد برضو نقرأ الاختابة الاخير the two books have no potential ليه يعني مش حطيتهم على صفح الارض اصلا يبقى اللي اختار الصحيانة هيكون the book on table B اللي هي الطرابيزة الاعلى هز مور بتنشل انرجي السؤال التاني بيقول لك the book on table A into the table B يعني لو افنا انا الكتاب اللي اخضر اللي على الطرابيزة A بي العالية خلاص كده بتنشل انرجي هيحصل لها ايه اكيد هتزيد لانها الطرابيزة اعلى منها يبقى هنختار a increases هتزيد بتنشل انرجي وال increase خلاص يا شباك بعد كده الشريحة اللي بعدها السؤال العاشر بيقول لك the correct answer بعد كده اختار الاجابة الصحيح بيقول لك في اول صورة او جايب لك اكروبات نمبر وان لو في فجر اي واكروبات نمبر تو واقف على الارض ونمبر وان واقف على طور او حاجة مرتفعة بيقول لك في السؤال انفجر ايه the acrobat one هاز نقط ركز بقى هتبصوا كده في فجر ايه هتلاقي الاكروبات وان فعلا هو اللي واقف على الطور يبقى هاز هل هي a potential energy more than of acrobat two اعتقد هيدي الاجابة الصح واللي عنده a potential energy less برضو غلط واللي عنده a potential energy similar two acrobat two لان هم غلط برضو مش على نفس الارتفاع ولا a potential energy like acrobat two ما فيش اي potential energy خالص عنده زي برضو اكروبات two ما هو ما عندوش طبعا الاختيار الوحيد اللي صح هي ايه عنده potential energy more than that of acrobat two خلاص طيب السؤال اللي بعده رقم اتنين جايب لك صورة تانية بقى المرة دي ان هو اللي واقف على الارض والأكروبات two هو اللي ارتفع لقاعدة وبيسألك برضو السؤال بيقول لك انفجر بي في الشكل بي اللي تحت during the rising up of acrobat two خلال ارتفاع اللاعب التاني into the air هز ايه بقى هز potential energy decrease طبعا غلط لانه ارتفع ويزيد فال potential energy اكيد هتزيد يبقى اعتقد بي اللي هي potential energy increase بس نتأكد هل هي potential energy increase طبعا غلط برضو لانه هو طلع لفوق سرعته هتبدأ تقل لحد ما يقف ويبدأ يقف تاني يبقى طب دي potential energy decrease اللي اتنينها هيقله اللي اتنين هيقله ازاي اللي اتنين هيقله دي لو او يختفوا لو هو واقف على صفح الارض مش بيتحرك ماشي يبقى هي الاختياب المناسب هنا هنقول potential energy لانه هو قال لك during rising up يبقى potential energy increase وهو طلع لفوق لسه potential energy بتاعته هتزيد خلاص يا ولاد يبقى خليك رابطها في مخك كده potential energy مرتبطة بالارتفاع والله الارتفاع لو زاد يبقى potential energy هتزيد اللي ارتفاع لو قال potential energy هتقل باحزة في كل الاسئلة بيسأل على نفس النقطة او نفس المهارة دي عايزك تبقى عمدك المهارة دي بعد كده جايب لك اخر سؤال سؤال 11 وجايب لك ولد واقف ماسك كرة في ايده او طفاحة او حاجة وبعدين في سهم كده بيقول لك ان هو اكيد رماع فوقات او بتقعة يعني نحية الارض السهم ده بيعرفنا مين الصورة الاول ومين الصورة اللي بعدها ده اهم حاجة خلي بالك بعد كده بقول لك الكرة تقع حيسبها تقع زا ايه احسنتم يبقى كلمة هنا عرفيت نضغط بتكلم على حاجة متخزنة جواها بسبب الارتفاع يبقى هتقل وتتحول الى الجملة التانية بيقول لك يعني الكرة دي تخبط في الارض وترتفع ترتد الاعلى تاني لانها عندها امتصاصة اماض او عندها مرونة او كده طالما برقت ارتفع العلى يبقى اتس ايه والانكريز يبقى اتس بوتنشال ايه الناسجي والانكريز از اتريز اس اب كلما ارتفعت لاعلى يبقى رقم اثنين هنكتب بوتنشال كينيرجي كده نكون خلصنا الاسئلة اعزاء الطلاب وكده نكون خلصنا الفيديو النهاردة هتمنى تكونوا مستفدتم واتمنى تشتركوا معي في القناة ساعته وتشرفت بيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة